ترى احنا الكلام كتير قوي على يمكن في الفقرة اللي فاتت تتكلمنا على قصة دي موضوع الكورونا بقى وتقوية المناعة وهو طبعا ما فيش لحد دلوقتي دواء رسمي للكورونا اللي هو فيروس الكورونا اللي هو أحد أنواع الفيروسات اللي هي بتسبب الأنفلوانس الوسيلة الوحيدة اللي احنا نعملها هي الوقاية ودي كلمنا عليها والوسيلة التانية هي تقوية المناعة والأطفال الهدف أن أنا أبني لهم جسم سليم وتنشئة صحية سليمة أن أنا كمان أقوي منعتهم عشان نصد الأمراض اللي ممكن تدخل لهم احنا نعمل ايه خصوصا في الفترة اللي احنا فيها اللي نركز عليه علشان نقوي منعتهم احنا زي ما قلنا مبدئيا لازم الأكل يكون صحي عشان ما يبقاش حاجة مؤقتة وتروح ويكون شرب الماية كتير دي حاجة بصفة عامة نجي بقى عند أكلات معينة تكون هي بتزود المناعة الحاجات اللي فيها بيتامين سي عشان الكورونا زي ما أنت في Wiros بيبقى محتاج أن احنا بيبقى بيتامين سي ايه الحاجات اللي فيها بيتامين سي؟ طبعا الناس دايما بتحط طماغها البرتقون اليوستفنزي لا فيه كمان ممكن في الفل الألوان في بيتامين سي الكيوي، الفرولة، الجوافة كل حاجات سي فيها بيتامين سي الأكل اللي فيه بيتامين ألف زي البطاطا والجزر والحاجات اللي لونها بورتقوني ده برضو بيقوي المناعة البروكلي والسبانخ دول الأوراق الخضرة بس بالذات البروكلي والسبانخ من الحاجات اللي بتقوي المناعة التوم لما حتى بنطبخه أو بنحطه في الأكل حتى لو الأولاد مش حاسين بطعمه بس بيقوي المناعة وفي مشروبات زي الجنزبيل أو الكركم كركم من حاجات اللي بيقوي مناعة وكويسة جدا حتى لو حطنا التوابل لو طفل مش هيشرب مشروب كركم بس ممكن نبقى بنزود التوابل على الأكل يعني الحاجات دي ممكن نضيفها على العصير هل ده ممكن تكون فكرة ان احنا ندلهم مثلا عصير بورتقان فرش طبعا يعني معمول في البيت او عصير جوافة او اي نوع من انواع الفاكهة موجودة واحنا في موسم فاكهة بصراحة يعني ممكن نضيف له ربع كوباية كده اللي هي بقى فيها الكوركم او الحاجات يعني الحاجات الطبيعية او نعملها لهم بالعسل مثلا يعني برضو نحاول نحليها شوية ممكن نتبقى بالعسل باللمون يعني تبقى عصير او سموزي فيتقبلوها شوية ايه بقى الاخطاء اللي بتعملها الامهات في ترزيط اطفال ده بدي كتيرة شوية اول حاجة الامهات بتعملها غلط ان هي بتكافئ بالحلويات ودي حاجة لازم كلنا نحاول نوقفها يعني لو خلصت الواجب هجيب لك شوكولاتاي لو عملتك كده في التمرين اجيب لك بمبناية بيرتبط في زاكرة الطفل ان الحاجة دي مكافئة ودي حاجة كويسة فبنلاقيه بيكبر بيحب جدا الحلويات همش بيحب الحلويات بس عشان طعمها حلو عشان هي بتحسسه ان هو شاطر فدي حاجة مش صحة مفروض نحاول نكافئ بالحاجات تانية ان احنا ممكن ندي اختيارات كتير زي مثلا تحب تاكل ايه بكرة طفل مش هيقدر يحدد هيقولك بطاطس او هيقولك مرزو ملوخية هينقل حاجات فلازم دايما نديهم بس يعني مثلا تحب تاكل كوسة ولا فاصولية عشان الام دايما بيبقى عندها توقعات لحجم الاكل بتاع الطفل مش حقيقي فبيبتدوا يشتكوا ان الطفل ما بيأكلش كويس فحنا هدين نوضح ان الطفل معدته قد ايده فهو مش الطبيعي ان يأكل طبق روزي كبير او خضار كتير او نص فرخة او الحاجات دي فهو الكميات الصغيرة دي هي دي اللي بتنزبه ما تعودش تضغطه على الاطفال موضوع انك لازم تخلص الطبق كله ده مش صح لازم ابقى عارفة معدته بتاخد قد ايه وبعد كده ابقى بحطله بالكمية دي بس ما مضغطش عليه انه يزود الاكل وكمان حاجة ان احنا ناكل قدام التلفزيون لان دي بتخلي التشويش بتاع الطفل ما يعرفش يركز ممكن تأدي الى سمنة وممكن تأدي الى نحافة لان ممكن طفل يفضل يأكل هو بتفرج على التلفزيون مش حاسس هو كان قد ايه بيسهل نفسه وممكن طفل تاني يبقى مثلا بيلعب ويروح ياخد معلقة لازم الاكل يبقى له معد اكل ثابت